اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ التمرين زي ما دايما متعودين اللي احنا بنعمل الورب مواب بتاعنا ممكن نعمل مواب خفيف كده واحنا وقفين في مكاننا نبدأ نسرع شوية ممكن نعمل عشرين عدة كل ده بس عشان اهي جسمي قبل ما ابدأ التمرين هنبدأ باول تمرين معايا هعمل هنشتغل اتناشر عدة مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونكمل اتناشر عدة من غير ما اخد رست هنزل على التمرين اللي بعد كده هعمل ترايسبس اسبت كوعي كده وابدأ هزق الضمب اللي فوق هنشتغل برضو اتناشر عدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني وبعد كده مناخد تلاتين ثانية رست بين التمرينين خلصنا اول تمرين ومناخد رست تلاتين ثانية منشرب مية عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده برضو هشتغلهم صور ست مع بعض اول حاجة هنعمل وانزل اتناشر عدة دايما نحافز على شكل ظهرك وشدد عضلات بطنك بطلع لغاية مستوى كده وبانزل تاني وبكمل الاثناشر عدة خلصنا ده هنزل على التمرين اللي بعده هتنروف بيتي سنة بسيطة وبخلي ظهري مفروض واعمل ضمب الرجوع عدة اتناشر عدة برضو هاول تركز ان انت يكون ظهرك دايما مفروض خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة برضو خلصنا للاتنين دول وحناخد رست تلاتين سانية هندخل على كمان تمرينين مع بعض تمرين من الشيست هعمل ضمب الشيست برس تخلي دايما جوعك خمسة واربعين درجة وبعد كده زق الضمب اللي فوق وانت بتطلع لفوق بتعمل البوش طلع النفس هنشتغل اتناشر عدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وحوم هشتغل تمرين للدراع للبيسيبس بالاتنين مع بعض هعمل ضمب البيسيبس كده اتناشر عدة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وكده نكون عملنا مجموعة التمرين اللي احنا عملها بنشتغل كل تمرينين مع بعض وبعد كده بناخد رس تلاتين ثانية من ثلاثة الاربع مجموعات النصحة اللي حابيني اقدمها في نهاية الحلقة عشان تقدر تطلع من رمضان من غير موازنك يكون زيادة حاول تخلي بالك من حاجات بسطة جدا اللي انت بتعملها في وقت الفطار اللي انت ما تشربش كمية عصير بشكل كبير لان ده بيكون فيه سعرات حريع عالية هيزود جسمك كمان تخلي بالك من السوصات والاضافات اللي انت بتحطها على السلطة وكمان على الشربة لان دي بيكون فئة كالوريس كتير جدا وكمان بتفقد القيمة الغذية بتاعتها نحاول نركز اللي احنا نشرب مية من وقت الفطار لوقت السحور ده حيساعد جسمك واتجنب الجفاف أثناء الصيام نتمنى النصايح والتمارين اللي احنا قدمها النهاردة تكون تساعدك اللي انت تطلع من رونان يكون بشكل كويس ويكون بجسم كويس ونشوفكم في الحلقة الجاية